فالذي نطلبه من جمع الدول العربية بحيث أنه إما أن تقفل أبوابها وتنهي خدمتها لأنها أصبحت لا قيمتها مجرد الاستهلاك وصرف أموال وفنادق وسفريات من غير أي فائدة وإما أن يكون لها أن تعبر عن تطلعات الشعوب هذا يؤكد لك أن المشروع اللي هو موجود الآن في ليبيا هو نفس المشروع الذي يخدم عداء الله وهو مشروع لأن الممول له واحد وهو قتل الثورات العربية كلها يعني البداية الذي يمول مشروع لقتل الثورة في ليبيا هو الذي يمول مشروع لقتلها في اليمن ولقتلها في سوريا والذي قتلها في مصر والذي يقتلها في السودان والذي يفعل بها في العراق الممول واحد مدام الممول واحد فالمشروع هو مشروع واحد هو مشروع خدمة على الله لأنه إذا قامت في هذه الدول ثورات وحصرت فيها انتخابات يعني برلمانية حرة وحاكم فيها الشعب نفسه فإن ستكون هناك حكومات تقدر على أن تقرر مصيرها ولا يأمن يعني الكيان الصهيوني بالأمان الذي يأمن به الآن ولماذا أول ما بدأ بدأ بالثورة المصرية واستولى عليها وانقلب على حكومة منتخبة شعيا حكومة سيد مرسي لماذا لأنه رأيها تهدد وأمن الكيان الصهيوني فالمشروع في الحقيقة لابد الناس يعرفوه وأن يعلموا أن ما يجري في الجامعة العربية وما يجري في اليمن وما يجري في ليبيا كله مشروع واحد لخدمة الكيان الصهيوني هذا باختصار فيما يتعلق للأسف بجلسة الجامعة العربية التي تجاهلت كل الأشياء الإنسانية التي حاد في طرابلس ويندلها الجبين ولم تلتفت إليها ومجرد أنها تكلمت عن شيء تريد أن تلمس به يعني التحالف التركي الليبي التحالف التركي اللي هو تحالف مشروع بالقانون يعني يضمنه القانون وهو موضوع في الأمم المتحدة ولم يعمل خفية ولا فيه انتهاك لقانون ولا انتهاك لكن هذا هو الذي حاول قرار جامعة العربية أن يلمزه ويسميه تدخلا لأن الشقيقة تركيا وقفت مع ليبيا وهي التي عدت الكفة ودحرت الانقلابيين والمجرمين لكن ما يفعله أولئك من الجرائم وما أشرت إليه وما يعني هو قائم مزال وتدخل من الإمارات ومن مصر ومن الأردن ومن السعودية ومن فرنسا هذا كله عندهم لا غبار عليه وللأسف اشتركوا في القناة